أمت الله الزوج لما طلقها كان اداها حقوقها كلها من ضمنها الأيمة لكن الحاجة اللي كانت في الأيمة دي هي ساعدته ويجددوها وقت ما كان العقد الزواج قائم فبتقول الفرق ده هو لم يعطيه لها يعني حضرك طبعا بتستحقي بعد الطلاق قائمة المنقلات ودي حق انت كتباهة بيبقى حق لك الأيمة المكتوبة وباقي الحقوق طبعا كلها بتخديها اللي تم تجديده بقى في البيت في مدة الزواج حضرتك اللي أنا شايفا إنك عملتيه محد تبرع انت ما قلتلوش أنا هديك الفلوس دول سلف تجدد بيهم البيت على إنك ترجعهم انت قمت تبرعتي بهذا الأمر فوجد منك المشاركة دون اشتراط ما اشترطتيش عليه حاجة فساعتها انت تبرعتي وهو اتصرف انت لم تعيريه ما دت يقولوش على شكل دين والأمور دي برضو عشان يبقى التحكيم فيها إلى حد ما يعني أميل وأقرب إلى الحق إن احنا برضو بيخضع لمسألة الأعراف العرف بيقول إيه عندكم والتراضي ما نختلفش بقى في الحل نوع نوصل لحل فيما بيننا طيب أنا تضررت من بعض الأشياء لا مانع للمتضرر إنه يلجأ للقانون لإثباتي حق لكن أنا وجهة نظري إن حضرتك اديتي له المبلغ من باب العطية إنك أنت بتسعدي معاه إنما ما اشترطيش ما قلتلوش المبلغ التجديد الحاجة دي حيتكلف مية حيتكلف ميتين فأنا حديهم لك المية أو الميتين دول سلف على إنك ترجعهم ونسأل الله السلام موسيقى